الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير صدق الله العلي العظيم الأحداث التي كانت في الأمم السابقة هي أمثلة مصغرة مما سيحدث في هذه الأمة أمة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله ما حدث في تلك الأمم السابقة سيحدث في هذه الأمة بأضعاف أضعافها قد يكون الشكل شكل مشابه ولكن واقع ما سيحدث أضعاف مضاعفة بالنسبة إلى ما حدث وهذا حال كل ما يكون في هذه الأمة من أحداث من شخصيات من أشياء الذي يكون في هذه الأمة أعظم بكثير مما كان في الأمم السابقة كل الأنبياء عظماء ولكن لو جمعتك كل عظمة كل الأنبياء لما بلغت عظمة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله بل لا تقارن تلك العظمة بعظمته صلى الله عليه وآله الكتب السماوية السابقة عظيمة ولكن اجعل كل عظمة كل الكتب السماوية في كفة لا توزن بعظمة القرآن الكريم بل لا تقارن بعظمته أوصياء الأنبياء السابقين أحدهم كان عنده حرف من الإسم الأعظم حرف واحد يتمكن أن يحضر عرش بالقيس الضخم يحضر ذلك العرش آلاف الكيلومترات في أقل من طرفة عين بسبب أنه عنده حرف واحد من الإسم الأعظم ولكن أوصياء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وعليهم عندهم علم الكتاب عندهم علم بكل الحروف للإسم الأعظم باستثناء حرف واحد هذا الحرف مرتبط بمقام الألوهية كل شيء هكذا الأشياء والأشخاص والأحداث في هذه الأمة شبيهها موجود في الأمم السابقة بفارق الأظم التي لا تقاس هذه بتلك من جملتها إلى أحداث أحداها الرجعة الرجعة كانت في الأمم السابقة الرجعة في هذه الأمم في هذه الأمة ليست بدعاً بالنسبة إلى الأمم السابقة في الأمم السابقة أشخاص وجماعات كانوا يموتون ثم يحيون يرجعون إلى الدنيا يعيشون من جديد في الدنيا أشخاص وجماعات قضية الآلاف وهم ألوف القرآن الكريم يقول عنه الذين قال الله عز وجل لهم موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم الله هذه القضية مشهورة جداً روايات كثيرة في هذه القضية عندما أحيوا لم تكن القضية أنهم عاشوا دقائق ثم ماتوا مرة ثانية لا عاشوا سنوات اشتروا باعوا تعلموا تزوجوا أنجبوا سنوات طويلة إلى أن ماتوا مرة ثانية فالرجعة في هذه الأمة لها شبيه في الأمم السابقة وقد نص رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ما كان في تلك الأمم سيكون في هذه الأمة نعم الفرق بالعظمة تلك الرجعة كانت رجعة الرجعة في هذه الأمة عظيمة جداً جداً بالنسبة إلى الرجعة في تلك الأمة ولكن أصل الرجعة ولكن أصل الرجعة ليست خاصة بهذه الأمة في الأمة خصوصاً تفيدة في أن أول شخص يكون معه يكون معه في هذه الرجعة في هذه الرجعة وعلى الله وعلى الله وعلى الله أنه من أول من يخرج فتأتون أفواج قوم بعد قوم إذن الكل لا يرجع مرة واحدة كما أن الحياة البشرية اليوم على الأرض ليست مرة واحدة قوم بعد قوم الكل ما خرج إلى الدنيا مع آدم شيئاً فشيئاً جاءوا إلى هذه الدنيا ويأتون إلى هذه الدنيا في الرجعة هكذا فئات وفئات على طول فترة الرجعة الطويلة سيأتي قوم بعد قوم حديث شريف آخر عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال في مقطع من كلامه الشريف ويقبل الحسين عليه الصلاة والسلام في أصحابه الذين قتلوا معه الأمام هو يرجع يرجع لعله بعيده على إثره أصحابه الذين قتلوا معه يرجعون مع سيد الشهداء صلوات الله عليه ويقبل الحسين عليه الصلاة والسلام في أصحابه الذين قتلوا معه ومعه سبعون نبياً كما بعثوا مع موسى بن عمران فيدفع إليه الإسم الخاص للمولى صاحب الأمر أروح ما فداه الخاتم الإمام صاحب الأمر يدفع الخاتم للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فيكون الحسين صلوات الله عليه هو الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه ويواريه في حفرته الذي يتولى أمر الإمام صاحب الأمر هو جده صلوات الله عليه ويدفنه في قبره الإمام صاحب الأمر يدفن في قبر الإمام الحسين نفس المكان حديث شريف آخر عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام هذا كل حديث يكشف جانبا من القضية من قضية رجوع الإمام سيد الشهاداء عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم في تأويل هذه الآية المباركة طبعا هذا تأويل قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى تأويل هذه الآية المباركة خروج الحسين عليه الصلاة والسلام في سبعين من أصحابه هذا متى يقول عليه الصلاة والسلام في مقطع من الحديث الشريف والحجة المهدي أرواح العالمين له الفداء بالإسم الخاص بين أظهرهم الإمام السيد الشهاداء يظهر يخرج عفوا يرجع يخرج والإمام بقية الله لا زال موجودا متى يقول عليه الصلاة والسلام فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين جاء الحجة الموت فترة يبقى في زمن الإمام بقية الله إلى أن تستقر المعرفة في قلوب المؤمنين أن هذا هو الحسين صلى الله عليه كم الفترة سنة سنتين أكثر أقل لا أعلم إلى أن يعرف المؤمنون يطمئن المؤمنون لأن القضية قضية غريبة وأول شخص يخرج يعني ليست هناك سابق لهذا الشيء فلعله في البداية تكون هناك شكوك في قلوب المؤمنين بالفعل هذا هو الحسين يبقى يبقى إلى أن تستقر المعرفة في قلوب المؤمنين بأنه الحسين عليه الصلاة والسلام عند ذلك جاء الحجة الموت يأتي الموت إلى الإمام صاحب الأمر روح نافدة فيكون الذي يغسله يغسل الإمام الحجة ويكفنه إلى أن يقول الحسين ابن علي صلى الله عليه مجمعين ولا يلي الوصي إلا الوصي طبعا الإمام بقية الله أرواح العالمين فداه إمام يلزم أن يجهزه إمام حجة وصي نقطة ثانية الإمام بقية الله أرواح العالمين فداه بالنسبة إلى أبائه الطاهرين ذكرنا أنهم يرجعون هل الإمام بقية الله أرواح العالمين له الفداه أيضا يرجع في الرجعة أم لا بالتأكيد بالتأكيد الإمام بقية الله أرواح العالمين له الفداه يظهر في الظهور الشريف يبسط العدالة على وجه الكرة الأرضية حسب تعبير النبي صلى الله عليه وآله يملأها قصطاً وعدلة يبقى سنوات يبدو من الروايات الشريفة سنوات قلائل ثم يستشهد ويتولى أمره جده سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كما في هذه الأحاديث الشريفة وتبدأ الرجعة يرجع النبي صلى الله عليه وآله يرجع يحكم خمسين ألف سنة أمير المؤمنين يرجع يحكم أربعة واربعين ألف سنة الرواية الشريفة التي نقلناها لكم في الأسبوع الماضي كل واحداً واحداً من المعصومين من الأئمة الطاهرين عليه الصلاة والسلام يرجعون ويرجع الإمام صاحب الأمر الرواح العالمين له الفداء كأبائه الطاهرين ليعيش آلاف السنوات ويحكم كما حكم أبائه الطاهرون كم الفترة الفترة لا أعلمها ما وجدت رواية في فترة حكم الإمام ولكن كل من محض الإيمان محضاً أو محض الإيمان محضاً يرجع بقية الله رواح العالمين له الفداء هو سيدهم يرجع ويحكم حاله وحال أبائه الطاهرين فترة الظهور الشريف هذه الفترة كلها فترة حياته الأولى الخلص من المؤمنين لهم حياتان في الدنيا فيرجع المرة الثانية طويلة جداً نقطة ثالثة نحن إن شاء الله نكون من من يرجع متى نرجع في الرجع متى نرجع في بداية الرجعة في أواسط الرجعة في أواخر الرجعة يستفاد من بعض الأحاديث الشريفة بل لعل بعض من الأحاديث الشريفة الشبه الصريح في هذا المعنى أن كثيراً من المؤمنين الذين يرجعون بل لعله أقول أكثر المؤمنين الذين يرجعون إلى الدنيا في الرجعة يرجعون في فت المؤمنين في هذه الأمة طبعاً لأن المؤمنين السابقين أيضاً يرجعون المؤمنون في هذه الأمة كثيراً منهم بل لعله أكثرهم الذين يرجعون إلى الدنيا يرجعون في عصر رجوع الإمام الذي عاشوا في زمنه يعني مثلاً سلمان وأبو ذر والمقداد يرجعون في فترة رجوع النبي صلى الله عليه وآله 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 حمران وميسر الذين ورد في الرواية الشريفة أنهما يرجعان هؤلاء عاشوا في زمن الإمامين الباقر والصادق صلى الله عليه فلعل رجوعهم إلى الدنيا يكون في زمن رجوع الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام إلى الدنيا نحن لعلنا نرجع الذي يرجع منا لعله يرجع في زمن رجوع الإمام بقية الله أرواح العالمين له الفداء لا في عصر الظهور الشريف ندرك إن شاء الله الذي يرجع مننا يدرك فترة رجوع الإمام بقية الله أرواح العالمين له الفداء وحكمه الطويل العظيم الدعاء الذي نقرأه في دعاء العهد اللهم إن حال بين وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية فأخرجني من قبري مقتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي هذا لعله يكون في تلك البره لا في زمن الظهور الشريف الذي يموت طبعا نقطة رابعة الرجوع في فترة الرجعة هذه الفترة الطويلة نحن نحب كل واحد مننا يحب أن يرجع كم هي مرة واحدة نرجع أو مرات نرجع في الرجعة حسب الظاهر كل واحد ممن يرجع من المؤمنين يرجع مرة واحدة ويعيش آلاف السنوات ولكن بالنسبة إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام القضية ليست رجوعا واحدا لهم أكثر من رجعة في فترة الرجعة أكثر من مرة يرجعون لهم كرات في حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول يعبر عنها بكرات يقول لكرات وكرات أقرأ لكم حديثا شريفا آخر عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال إن العلي صلى الله عليه وسلم في الأرض كرة مع الحسين ابنه الحسين ابن الإمام الأمير المؤمنين إلى أن يقول صلى الله عليه ثم كرة أخرى مع رسول الله صلى الله عليهما حتى يكون خليفة في الأرض إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام يعطله عز وجل نبيه عجيبة العبارة عجيبة عجيبة تعلمون الملك الحكم في زمن الرجعة بأيدي أهل أهل البيت عليه الصلاة والسلام ولكن هذه العبارة عجيبة يعط الله عز وجل في فترة الرجعة يعط الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله ملك جميع أهل الدنيا منذ يوم خلق الله الدنيا إلى يوم يفنيها أو يفنيها حتى ينجز له موعده في كتابه كما قال ويظهره على الدين كله ولو كره المشركون كل الملك الذي كان كله يجمعه ليس فقط يعني عبارة عجيبة إجمالا الرواية الشريفة تبين أن أهل البيت عليه الصلاة والسلام لهم أكثر من كرة وأكثر من رجعة النقطة الخامسة والأخيرة في الأسبوع الماضي ذكرت لكم بعض الروايات الشريفة التي تبين أن المؤمنين الذين يرجعون هم ممن محض الإيمان محضا أو محض الإيمان محضا هذه الكلمة قد تكون ثقيلة على قلوبنا نريد أن نرجع ولكن هل أنا من من محض الإيمان محض أين أنا من هذا المقام يعني الكلمة بالنسبة إلى بعض المؤمنين قد تكون محبطة أولا وثانيا أولا لماذا الإنسان يستصغر قدراته التي أعطاها الله عز وجل له يا أخي الذين بلغوا مبالغ عظيمة في هذه الدنيا مقامات عظيمة عند الله عز وجل في هذه الدنيا كانوا بقدرات مثل قدراتنا أو بعض منهم كان بقدرات أقل من قدراتنا الله عز وجل ما أراد منا صنع المستحيل ولا أراد منا صنع شيء صعب جدا الله عز وجل خفف علينا سهل علينا نحن نستصعب لا صعب لا يا أخي إذا كان صعبا الناس العاديون ما بلغوا هذه المبالغ بعض الناس جدا أوضاعه عادية يحصل كيف وصل بالصعوبة بالغة لا نعم لا شك أن هناك صعوبة ولكن شيء ممكن شيء مقدور عليه الإنسان يتحمل بعض الشيء الإنسان يكون عنده شيء من البريك في قوله في فعله في نظراته في فكريه شيئا فشيئا الفترة ما كانت بالنسبة لي ولا أمثالي فترة قصيرة ما كانت مثلا أشهرا سنوات قليلة سنة سنتين لا سنوات عشنا في الدنيا خمسين سنة عشت في الدنيا يعني الفترة ما كانت قصيرة حتى أصعد كنت أتمكن ولازلت أتمكن ما دمت بالدنيا فأولا لماذا الإحباط لماذا حالة اليأس لا أنا لا أكون مع هذا الواضع إذا الرجع خاصة بمن محظ الإيمان محظا أنا لست منهم إن شاء الله أكون منهم هذا أولا ثانيا هناك روايات عديدة أن الذي يصنع الشيء الفلاني يكون ممن يرجع الذي يقرأ دعاء العهد سبعين أربعين صباحا يكون ممن يرجع هذا الدعاء يوجد إذا قرأه الإنسان بتأمل وبانقطاع يوجد شيئا فشيئا هذه الحالة في النفس الإنسان شيئا فشيئا يصبح ممن محظ الإيمان محظا الذي قرأ سورة الإسراء كل ليلة جمعة يكون ممن يرجع إن شاء الله يكون من أصحاب الإمام مروح العالم من الله الفترة هذه الأشياء أشياء سهلة طبعا إذا بالفعل أداها الإنسان لا أقول بشكل راقي جدا لا بشكل معقول قد توجد هذه الحالة في نفس الإنسان قد تسوق الإنسان إلى أن يكون ممن محظ الإيمان محظ فيرجع فالأمل موجود وغير وغير أولاً وثانياً لطف الله عز وجل ونظرة الإمام بقية الله روح العالمين له الفدا إن شاء الله نكون ممن يرجع إن لم نكن في أيام الظهور الشريف أختم كلامي بقراءة مقطع من التاريخ قضية الرجعة تعلمون هي قضية كانت شائكة من القضايا الخلافية بين المذهب الحق ومذاهب أخرى البعض من المذاهب الأخرى تعاملوا مع هذه القضية تعاملهم تعاملهم مع أي قضية خلافية هناك نقاش علمي قد أنا أختلف معك بأدب خب البعض منهم تعامل مع هذه القضية كسائر القضايا بالاستهزاء فكان الرد من بعض المؤمنين على طريقة ذاك الاستهزاء جوابه ليس المنطق لأنه أساسا لا يريد المنطق فكان الجواب كانت ردة الفعل كالفعل أحد المؤمنين وقده نقاش إنكم تقولون بالرجعة قال نعم هذا شيء دلت عليه الآيات القرآنية عشرات هذا الكلمة ليس مبالغ بها عشرات بعض العلماء ذكر 64 آية قرآنية طبعاً بعض العلماء حلق أن الآيات أكثر من هذه عشرات من الآيات القرآنية بيّنت الرجعة مئات من الأحاديث الشريفة بيّنت الرجعة نعتقد نعم نعتقد بالرجعة شيء الله عز وجل أراده وبينه هو ورسوله وأهل البيت عليه الصلاة والسلام إنكم تقولون بالرجعة قال نعم قال الرجل ذاك استهزاء طبعاً فأعطني الآن ألف درهم حتى أعطيك ألف دينار إذا رجعنا استهزاء هذا هذا ليس منطقة إذا قال لك شخص أنك تقول بيوم القيامة تقول بالرجعة في يوم القيامة نعم يقول لك الآن أعطني مليون دينار أرجع لك في يوم القيامة عشر ملايين عشرة ملايين دينار تقبل هذا استهزاء هذا ليس استدلالاً أنت مثلاً عالم أنت مثلاً لك شخصية إمام من أئمة أولئك قال الرجل لمؤمن الطاق فأعطني الآن ألف درهم حتى أعطيك ألف دينار إذا رجعنا فقال مؤمن الطاق لا بأس لكن أعطني كفيلاً بأنك ترجع إنساناً ولا ترجع خنزيراً ترجع ترجع ولكن كيف ترجع أنت لا أعلم جواب الاستهزاء استهزاء مقطع آخر أيضاً أقرأه مع هذا المقطع يذكر هذا طبعاً لا ربط له بقضية الرجعة لما استشهد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال ذاك الرجل نفسه ذاك قال ذاك الرجل لمؤمن الطاق مستهزعاً بموت الإمام أبي عبد الله الصادق صلى الله عليه قال له مات إمامك فقال مؤمن الطاق له نعم أما إمامك فإنه من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إبليس إمامي مات ولكن إمامك أنت من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم يعني إمامك إبليس أقرأ مقطع آخر أيضاً هذا المقطع أيضاً لطيف كان ذاك الرجل أيضاً هو هو يوماً يتماشى مع مؤمن الطاق طبعاً هؤلاء عندهم صداقة من أيام التتلمث على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يعني هذا زميله كان يوماً يتماشى مع مؤمن الطاق في سكة من سكك الكوفة فإذا مناد ينادي من يدلني على صبي ظال فقال مؤمن الطاق أما الصبي الظال فلم نره وإن أردت شيخاً ظالاً فخذ هذا سيرجع الطاهرون صلوات الله عليهم وسيرجع الناس الطيبون وهناك تفاصيل كثيرة في قضية الرجعة نرجو أن نكون ممن يرجع اللهم أننا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اشتركوا في القناة